اهلا بكم مرة نفسها لعبدين محمد غباشي ورب دايما تكونوا بخير الالوان وتأثير الالوان على صحتنا النفسية والطاقة الايجابية في البيت زي ما احنا مقتنعين ان الاحجار الكريمة لها طاقة بتأثر على صحتنا النفسية والايجابية وزي ما احنا مقتنعين ان المعادن او اي ماتيريال طبيعي زي الاخشاب والرخام والمعادن لها طاقة بتأثر على صحتنا النفسية وزي ما احنا عارفين ان البيت كمان له طاقة في ترتيبه فالالوان لها طاقة بتأثر على صحتنا النفسية بطريقة ايجابية سواء كانت الالوان مستحدمة في الملابس او في الديكور هناخد لون على سبيل المثال وهو اللون البنفسج او البربل كولر البنفسج لون مرتبط بالثروة والقوة والهيبة ويقال ايضا انه لون الاعتدال والوضوح وكان قديما قديما قوي كان بيسمى بلون الملوك او اللون الملكي وده لان اللون البنفسج كان مقتصر لبسه على الملوك والامراء فقط وغير مسموح لاي فرد من افراد الشعب انه يرتدي اي ملابس باللون البنفسج سوى العائلة الملكة او المقربين اليها وده لان اللون البنفسج كان مكلف اوي في صناعته وده لاننا كنا بنستخرجه قديما من الكائنات الرخوية البحرية او انديل البحر وعشان نقدر نستخلص واحد سنتي من اللون البنفسج كان بيحتاج لحوالي من 6 الى 9000 انديل نقدر نستخلص منه واحد سنتي فقط الا ان حديثا بقى الامر ده سهل جدا لان احنا بنستخرج اللون البنفسج بتدريبة بنسب متساوية من اللون الاحمر واللون الازرق بنسبة 50% من اللون الاحمر و50% من اللون الازرق فبيدينا اللون البنفسج ودي برضو طريقة سهلة لو حضرتك بتدهن الوانك في بيتك فبتحتاج تدريبة الالوان هتجيب 50% و50% من احمر وازرق هيديك اللون البنفسج اللون البنفسج من الالوان ذات الموجات الضوئية القصيرة لذلك هو بيساعد على تغذية مراكز الفهم في المخ وكده نقدر نعمله في غرف الاطفال او غرف المذاكرة لان ده هيديهم نوع من الطاقة والحماسية في المذاكرة شوية بيستخدم ايضا كمهدق وخصوصا لمرضى الامراض العصبية والنفسية ويساعد على مقومة الانفعالات النفسية كمان هو لون بيساعد على التعمق في الافكار فبننصح به بعض الكتاب او الموسيقيين او الشعراء انه يكون في بيته او جو ومحيط من اللون البنفسج بيخلق نوع من انواع الشعور بالامان فبكده نقدر نستخدمه في غرف النوم الرئيسية في حائط واحد بس لان احنا دايما عندنا مشكلة في غرف النوم اما حائط السرير دايما مشغول او حائط الدولاب مهمل تماما ومش بيبين لنا اللون فنحاول نشوف حائط رئيسي عندنا مش مستخدم نعمل عليه اللون البنفسجي لان ده هيدينا نوع من انواع الراحة والطمأنينة وبالتالي هيساعدنا على نوم جيد كمان للسبب ده نقدر نستخدمه في الريسبشن او في غرفة المعيشة وبرضو في لون واحد عشان ما نغمقش الالوان للناس اللي بتخاف تغمق اللون او تحس ان المكان مقفول فهنستخدمه في حائط واحد اساسي اما في ظهر الكنبة في الحائط العريض او في المكتبة بتاعة التلفزيون او حائط التلفزيون وبالمناسبة للناس اللي بتخاف من اللون الغمقه احب اقول لكم مش الالوان الغمقه ولا الالوان الفتحة اللي بتوسع او بتضيق المكان ممكن نستخدم الوان غمقه لكن الاضاءة عامل الاضاءة هنا هو المهم اللون الوراية ده يعتبر من الالوان الغمقه جدا وده خليط من اللون الزاتوني واللون الجري انه اقرب للزاتوني اكتر من الوان جوتن الفينوماستيك ولون غمق لكن مع الاضاءة الجيدة ما بيبانش انه هو لون غمق وبيبان افتح من درجته كتير ومش بيديق المكان فهنا العامل الاساسي في تدييق او توسيع المكان مش اللون غمق او فاتح الاضاءة اختيار الاضاءة الجيدة واتكلمنا فيها في فيديو سابق واختيار اليمن الجيد للاضاءة او اليمن المناسب للاضاءة هو اللي هيثبت معنا الوان الشقة ومش هيحسسنا سواء الوان غمق فبتقفل المكان او الوان فتحة بتوسع المكان دي معلومة مش قوية اوي ومش صحيحة اوي نقدر كمان نستخدمه في الحمامات وفي المطابق سواء لو بنستخدم دهان في الحمامات او في البرسلين والسيراميك هنلاقي بعض البرسلين مشغول بالرسومات باللون البنفسج او هي مكسية تماما باللون البنفسج ومش هذكركو تاني للناس اللي بتخاف من غمقان الالوان ان ده ملوش علاقة انه يفتح او يقفل معاك المكان اللي له علاقة بدي او وسع المكان هي الاضاءة الجيدة من عدمها ايه الالوان اللي بتتماشى مع اللون البنفسج هنلاقي الاصفر البرتقاني وطبعا اللون المحايد الجري ودرجات البيجات بتمشي معنا جدا ومش هذكركو تاني ان الناس اللي عندها مشكلة في اختيار اللون يعني انا اخترت لون اساسي ومش عارف هاختار ايه اللي يتماشى معاه تاني هتدور على جوجل وتكتب color wheel او عجلة الالوان هيظهر لك العجلة دي فيها تدريجات الالوان الالوان المتجاورة كلها ماتشنج مع بعضها والالوان اللي عكس بعض او المتضادة فيها الوان بتمشي كويس جدا للناس اللي بتحب التضارب او التضاد في الالوان وهتسهل عليك اختيار الالوان الكتير اللي بتتماشى مع اللون البنفسج سواء احمر او ازرق او درجات البنفسج نفسه او الاصفر او البرتقاني او البيج او اللون الجري اتمنى ما كنتش طولت عليكم وتنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة شكرا اشوفكم على خير شكرا